إنهمك مكتب الأداب في مخفر حبيش بملفين الأول لميريام كلينك فيما الثاني ليرولا ياموت وفي وقت ساد فيه الاعتقاد بأن الادعاء بسبب إطلالات كلينك وياموت التي يراها البعض خادشة للحياء العام تبين أن الموضوع لا علاقة له بالأداب فكلينك استدعت على خلفية إخبار تقدمت به جمعية حماية بعدما نشرت ميريام صورة لها بمرافقة طفل وعدت الجمعية الصورة موسيئة بموجب اتفاقية حول الطفل يعد تعريض الطفل لأي نوع من أنواع الممارسات ذات الطابع الجنسي هي نوع من أنواع الاعتداء الجنسي على الطفل أعتبروها صورة إباحية أنا هم صدمت شو صورة إباحية مع طفل وهي البنتة لصديقتي اللي هي مصممة أزياء وهذا الفوتوشوت كان من سنة سبيسيال كريسمس صورنا تيم كان أم وبنتا وأنا عم سوبر مادل وفي كل العالم بيثوروا هيك قصص يعني كان أحسن لها تروح تدوي على الأطفال المشردة على الطرقات إما للبيبي اللي اسمها سيليا بفتكر بدأ تيجي تعطي إفادتها تقول أنه أنا كنت موافى وأنا كنت موجودة وبتخلص القصة هنا وخلاص أما ياموت فقد استدعيت أيضا إلى مكتب الأداب لكن قضيتها لا تتعلق بالفيديو الأخير الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أما المجتمع اللبناني الذي يقول شيئا ويفعل نقيضه لا سيما الأصوات التي ترى أن ياموت تسيء إلى صورة المرأة اللبنانية فردت عليه الأخيرة التي حققت مرادها بالوصول إلى الشهرة أيا كانت دربه المؤدي إلى ذلك أنا ما عمثل لا أي بلد بالكرة الأرضية ولا أي بنت ولا أي سيدة أنا عمثل نفسي أنا فقط كل البنات بيبسوا نفس الشيء وأدرب من هاي بيلبسوا البيكنية اللي أنا لبسته على البحر بأماكن عامة بلبنان فيديو نزلته على بيج خاصة بإسمي مش معروض على مؤسسات إعلامية لبنانية ولا عم بيخوت عبيوت حدا ولا على تليفيزيون بين من يقول أن رولا وميريام خرقتا القوانين ومن يرى أن ما فعلته حرية شخصية يبقى أن يقال إن كان الشورت دليل أمن وأمان فالبلاد بألف خير